عادلي حاليا هي كالآتي إذا بتفكر تستفز محمد صلاح انتهينه بكلام عنصري تشتمه فالرد القاسح يأتيك على أرض الملعب مش بكسرة الحكي وبكسرة الكلام لا بالأهداف الصاروخية اللي تسكن شباك فريقك وتطلع مهزوم من أرض الملعب فكل اللي بحكي حاليا يارب ما يشوف محمد صلاح انتقاذي له قبل أسبوعين لأنه شكله ما برحم وقبل الانطلاق ياريت تعملوا اشتراك بالقناة اتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد إذا عجبتكم الحلقة تعملوا لايك وشير وتساعدونا بنشر على مواقع التواصل الاجتماعي معكم سامر جرادات من موقع سبورتل 160 عربية وخلينا ننطلب سعادتنا بتألق محمد صلاح وناجم أنه اللاعب بر بفترة صعبة طويلة جدا لذلك احنا كلنا سعداء كجماهير عربية كمحللين تابعين للمنطقة العربية كصحفيين اذا بتحب تسميها بتألق محمد صلاح محمد صلاح عانى من فترة تراجع بالمستوى تعرض لانتقادات أنا شخصيا ايضا تحدثت عن تراجع مستوى وحاليا اجي الرد القاسي فمحمد صلاح مش فقط رد على جماهير تشلسي اللي وصفته بالمفجر وهو وصف عنصري قصدهم فيه انه ارهابي لا ايضا رد على كل الانتقادات تعرض لها بالفترة الماضية فتح الزاوي بشكل رائع راوغ وصدت كرة صاروخية صعب انه لاعب آخر يأتي فيها لكن هاي هي روعة محمد صلاح هذو المستوى اللي بنطلبه من محمد صلاح وكلنا فخورين فيه وكلنا بنسقف له لكن تألق محمد صلاح ايضا هناك شيء يقرف خلفه او هناك امور نستنتجها من تألق محمد صلاح نتحدث عنها بالفيديو الحالي النقطة الاولى هي الشخصية القوية الشخصية القوية اللي بنبلكها محمد صلاح والشخصية اللي ما بتتأثر بالانتقادات والثقلة عالية بالنفس كل هاي الامور تندرج تحت البند الأول بالامور المستنتجها من محمد صلاح الهدف اللي سجل محمد صلاح كان مش سهل انك تأتي فيه بعد ما انه جماهير المنافس وصفتك بوصف عنصري زي الإرهابي او المفجر ومش سهل تأتي فيه بعد فترة تتعرض فيها للانتقادات وامام فريق سابق كنت تلعب فيه هاي الصفات اللي بتتواجد بمحمد صلاح واللي انتجت الهدف الرائع اللي يسجله تتواجد بلاعبين عظماء جدا زي ليونيل ميسي وكريستيان رونادو اكتر لاعبين بالعالم شاهدناهم بردوا على الاستفزازات على ارض الملعب بشكل واثق وبشكل قوي جدا فهي الميزة هتتوجد بمحمد صلاح شيء عظيم جدا وهذا بدل انه قادر انه يوصل لمستوى عالي جدا بعالم كرة القدم ما بحكي انه مثلا ممكن لمستوى ليونيل ميسي وكريستيانو لانه هدول استمروا بتقديم الابداع لسنوات طويلة متتالية لكن عنده شيء من هاي الميزة وهذا شيء كلنا ايضا منفخر فيه فمحمد صلاح بملك قوة الشخصية والقدرة بالرد الحاسم على ارض الملعب وما بيحتز بالانتقادات وعنده ثقة عالية بنفسه فشيء رائع جدا من النجم المصري النقطة التالية نستنتجها انه ايضا محمد صلاح كل ما تقلق كل ما كان ليفربول قوي جدا وهذا اللي تحدثت عنه قبل اسبوعين لما تحدثت عن تراجع مستوى محمد صلاح حكيتنا الاسباب الرئيسية لتراجع مستوى ليفربول سبب رئيسي منها هو تراجع مستوى محمد صلاح لانه افضل لاعب بين الفريق لانه مستوى عالي هو بقيمة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لا فرق البلد تلعب فيهم فتراجع مستوى حيأثر على الفريق وهذا الشيء اتضح حاليا لما محمد صلاح تقلق ضد ساوت آمتون تقلق ايضا ضد شيلسي شاهدنا لفربول يستطيع تحقيق الانتصارات بفارق هدفين مش بفارق هدف وبستطيع يعني انه يستمر بالصراع على لقب الدولي الانجليز وهذا كان شيء ممكن ما يحصل له محمد صلاح ما سجل هاي الاهداف فتألق محمد صلاح بأثير كثير على حظوظ لفربول وتحقيق اللقب بساعده على تحقيق الانتصارات الفترة اللي تراجع فيها مستوى محمد صلاح ليفربول يتعثر بأربع مباريات والأربع مباريات ما سجل فيها محمد صلاح فهذا الامر ايضا شيء مميز لانه محمد صلاح كثير مؤثر بتشكيلة ليفربول وبأداء ليفربول قدرة ليفربول على تحقيق الانتصارات الأمر الثالث ايضا ما نستنتجه من تألق محمد صلاح هو انه ما في معضلة او ما في أزمة امام الفرق الكبرى زي ما بعض كان بتحدث نعم مر بفترة انحدار بالمستوى لكن هذا لا يعني انه مش قادر انه يتألق بالمباريات الكبرى فعل ذلك بالموسم الحالي بالماضي عفوا وبكرره بالموسم الحالي بكرر التألق بالموسم الحالي ضد فريق منافس على بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا فريق ايضا عنيد وحرم ليفربول من تحقيق لقب الدوري الانجليزي من كم سنة من خمس سنوات فقط لكن هاي المرة بتألق ضده محمد صلاح وبسجل بشفاكه هو بالأزاس ايضا فريق كان يلعب في محمد صلاح فمعضلة عدم التألق ضد الفرق الكبرى مش موجودة او على الاقل خلينا نحكي مر فيها محمد صلاح لبطاة اشهر وتخطاها حاليا والنقطة الرابعة اللي منستنبطها من تألق محمد صلاح ومنستنتجها من تألق محمد صلاح انه ما زال المهاجم الأفضل بالدوري الانجليزي ما زال هو اللعب الأكثر قدرة على الحسم بالموسم الحالي بسجل 19 هدف وايضا اخر موسمين هو البهمنا يعني اخر موسمين هو اكتر لاعب سجل أهداف وساهم بتسجيل الأهداف من جميع لاعبين الدوري الانجليزي سواء بالدوري الانجليزي او البطولات الأخرى يعني باختصار هو اكتر لاعب ساهم بتسجيل أهداف في جميع البطولات اخر موسمين وهذا انجاز جد مهم جدا لمحمد صلاح ويأكد انه ما زال هو اللي بتربع على عرش الدوري الانجليزي هو ما زال اللاعب الأفضل هو ما زال بالقمة حتى لو ممكن مر بعض فترات تراجع المستوى لكن احنا من قيم الحقب الإجمالية ما من قيم شهرين او ثلاث شهور من قيم الحقب الإجمالية اخر موسمين هو ما زال اللاعب الأفضل اما النقطة الخامسة اللي منستنتجها من تقلق محمد صلاح هي المنافسة على لقب الدوري الانجليزي ستستمر لآخر رمق المنافسة على لقب هداف الدوري الانجليزي ستستمر لآخر رمق محمد صلاح يعني اثبت انه ليفربول ما هيخرج من صراحة تحقيق لقب الدوري الانجليزي بسهولة حقق الانتصار على خصم صعب بهدف أسطوري من النجم الأفضل وهو الفلعوري المصري وأيضا محمد صلاح ما هيتخلى عن صدارة الدوري الانجليزي بشكل سهل لا يعني على صدارة الهدفين ما زال بنافس على صدارة الهدفين قادر انه يأتيك بكرة صاروخية حتى يعود للصدارة مع سيرجو أغويرو والبقية هذا فقط اللي عندي حكيته بشكل متواصل ممكن بدون منتاج كتير لكن حتى أوصلكم فكرة بشكل سريع ونكون دائما معكم باستمرار عبر قناة سبورت الـ 160 عربية فأتمنى أنكم تعملوا اشتراك بالقناة اتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد دائما نكثر عليكم بالطلبات لكن انتم جمهورتنا اللي بنعتز فيه ونتمنى أنكم تدعم القناة بقدر المستطاع أيضا ساعدوا أيضا بنشر الحلقة قدر المستطاع عبر اللايك والشير وتكتبوا لنا المباراة الماضية وهي تراجع مستوى بالفترة الماضية ما قبل ذلك كان مؤثر جدا على نتائج ليفربول وخلاه يتعثر بضعة مباريات اكتبوا لنا رأيكم بالكومين تحت وكمان مرة كان معكم سامر جردات من موقع سبورت 360 عربية السلام